الظهور اللي اللي قاعد ساير في فرنسا ما صار الهيش في على مر تاريخ الكل تشوفوا شنوع اللي ساير مع المغرب قالوا لهم نبعثوا لكم يا عناد قالوا لهم ليه معدتها باللغة لقدرتها في العالم ليه معدتها والله والله بالحق في النيجر مخرجوا البارح لجيش متاحهم سي روحوا باي باي مشكل دبي في تشاد قال لهم كيف كيف في القبا عليه بنقو ناحي وولهم حسيلوا في الزهرة ذاك جمعة اللي فاتت قالوا لهم مدارس حتى المدارس الخاصة بالفرنسا هي اللغة الفانية بتاعهم تكون الانجليزية احنا اليوم ماشيين في هذا زادة بعد الاستشارة باش نخرجون الانجليزية هي اللي باش تكون اللغة الفانية نقرأ في دي كومنتير انا ديش قلت خبير هذا نتصور ما بش يصير وما اتمنى ولكن برشا قالوا لي بالعكس احنا نتصوروا من الكلام الذية وما عرفتنا بالرئيس ومحيط الرئيس انا بش مشيولة العربية للتعريب معناها لا لا التعريب فما نوع من 100% لا 100% ما نصورش الرئيس لكن اللغة الفانية الرسمية في البلاد مش مش تكون في التعليم بركة مش تكون اللغة الانجليزية معناها حتى اللي دوكيموة اوفيسيال اللي كنا نترجموهم باللغة الفرسوية مش تولي اللغة الانجليزية العالم كي مكان رئيس وموزير القوية قاعدة تتغير بصيفة كبيرة هل انه باي انا نتصور انه حاجة يزينا نشوفها الانجليزية خاصة انه هي لغة العالم لغة العالم اليوم رفيق ايه ومبعد هذا شنو الانعكاسات اللي بش تكون لنا لانه احنا يزينا نعرفه انه المعاملات متاعنا مع جزء كبير من الاتحاد الاوروبي ومع فرنسا خصيصا معاملات كبيرة كبيرة يا محمود مو يزينا نتحرك ويخذ رواندا كي اخذت قرارات من نوع هدية معنايا مو حتى تخذت الريزكي مع فرنسا واليوم رواندا فين وانتي فيش يباش نقو عدينا نغزر وعنده معامل يشنو نعيش وعبيت لفرنسا ييه كاو معنايا ايه معلم لا لا تي بالحق معنايا بالحق شنو معنا الحق في وقت المياه باش ناخذوا قرارات قد تغذب الجانب الفرنسي ولكن في الأخير مطالب هو زيدا بشيق معايا مش يخرج يخده ينحي سفيره من تونس وبشغط على علاقات ومع مرور الزمن نتعاود بالإجزام بالمتاع الواندا وحكينا فيه في التلزق